تفاصيل المشادة التي وقعت بين مؤسسين مشاركين في طالبان أبرزهم الملع عبدالغني برادر وأحد أعضاء مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في كابل تم التغطية عليها ونشرت طالبان لقاء مع الملع عبدالغني برادر نافية شائعة إصابته بعد اختفائه عن الظهور العام في الأيام الأخيرة برادر وخليل حقاني من هذه الجماعة الإرهابية والذي هو الآن وزير الشؤون لشؤون اللاجئين تبادل مع برادر كلمات قوية بينما تشاجر أتبعهما مع بعضهما البعض في مكان قريب من القصر الرئاسي برادر غير راض كما يقولون عن تشكيلة الحكومة المؤقتة وقيل إن الخلاف نابع من الانقسامات حول من يجب أن ينسب إليه الفضل في انتصار طالبان في أفغانستان لطالما اعتقد برادر أن التركيز يجب أن ينسب على الدبلوماسية وهو من عقد الصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أيضا من أعضاء حقاني الإرهابية من يقولون بأنهم هم من حققوا هذا الانتصار لحركة طالبان من خلال القتال على الأرض وفي توقيت متزامن هدد رئيس أركاني جيش حكومة طالبان المؤقتة الخصوم بالقامع مؤكدا استمرار المشاورات لإنشاء جيش قوي كما يقولون في أفغانستان والقامع سيطال كل من يطالب بديمقراطية أو يعطره وبعد فشل الحركة في إظهار حصن النية للعالم أعلنت واشنطن اليوم أنها تطالب بعدم الاعتراف بحكومة طالبان تفاصيل هذه الانقسامات في القصر الرئاسي في كابل على طاولة برنامج استيديو الآن الذي يأتيكم من استيديوهاتنا في دبي ترجمة نانسي قنقر